لم تتوصل بغداد وأربيد إلى اتفاق حقيقي بشأن الاستفتاء الذي أعلنت عنه حكومة إقليم كردستان والذي سيجرى بعد أقل من ثلاثة أشهر وعلى الرغم من الضغوط الخارجية والداخلية والإقليمية بشأن عدول الأكراد عن قرارهم يرى مراقبون أن الحوار هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حلول إلى التفاصيل لا يزال الاستفتاء الكردي على الانفصال عن العراق يثيد تجاذبا سياسيا وآخر شعبيا بالإضافة إلى ضغوط سياسية سواء كانت خارجية أو داخلية مما دفع جانبا من سياسينا الكرد إلى التزمت والالتزام بالتوقيت المحدد سابقا للاستفتاء مما يعني أنه لا يمثل ورقة ضغط على الحكومة الاتحادية فيما أعطى أخرون فرصة للحوار مع بغداد وفي زيارة للبرلمان الكردستاني المعطل بشكل مؤقت كان سؤال لو قدم تنازل من حكومة بغداد للسلطة في الإقليم هل سيعضل الكرد عن استفتائه من موز معقده في الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول القادم فكانت الإجابات متفاوتة القيادة الكردية قرر إجراء الاستفتاء في 25 تسعة من هذا العام وهذه خطوة جادة ولا تراجع عنه والمحاولات بدأت فعليا من قبل اللجنة العليا للاستفتاء المشكلة من القيادات الكردية ومن جميع حزاب الكردستانية عندما قررنا إجراء الاستفتاء بعيد عن الضغط على بغداد لا نرفض هذه الفكرة خيار العودة إلى الفيدرالية كان بمحض إرادة الكرد أنفسهم بعد عام 2003 إلا أن بغداد لم تلتزم بحدد من الوعود المقطوعة مما دفع الإقليم للإقدام على هذه الخطوة وبالرغم من الضغوط الخارجية وخاصة من إيران فإن الكرد مضون باستفتائهم بحسب تصريحات الجانب الكردية قطع موازنة وحصة إقليم كردستان من الموازنة دفعتنا بالتفكير من أجل الإقدام على خطوة بيع النفط بشكل مستقل عن بغداد يعني كل الخطوات التي لجأنا إليها كنا مجبرين بسبب أن بغداد لم تكن مستعدة لتطبيق الحقوق الدستورية لحكومة الإقليم فرن الفيدرالية برغبتنا كنا مستقلين يعني قبل تغيير النظام منذ 92 ولحد 2003 كنا مستقلين عن كل شيء وأعتقد بأن حتى خيار الكونفيدرالية ربما يجب أن تكون مطروحا ويجب أن تكون مقبولا أيضا لأخوة في بغداد وقبل الإقدام على الاستقلال لا تزال الآراء متبينة حول إجراء الاستفتاء الذي يهدف إلى الانفصال فهناك من يرى أن سلطة الإقليم التزمة بتوقيت الاستفتاء وهناك من يرى بفرصة للحوار مع بغداد الذي ربما سيهدف إلى دولة كونفيدرالية من أمام برلمان كردستان في أربيل عبيد الشريف